بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أعزائي تلاميذ في هذا الفيديو إن شاء الله رحين نتكلموا على موضوع اللي إن شاء الله يكون مفرح بالنسبة لكم لهذه السنة في سنة 2023 طبعا كما تعلمون بأنه كل سنة هناك بعض الاختلافات اللي ممكن تطرأ في معدلات القبول وإلى غير ذلك لهذا هذا السنة إن شاء الله يوجد البعض منكم سألوني هل هذه السنة كذلك سوف يكون معدل انتقال في البكالوريا هو 9.50 نقول لكم باللي 90% سيطبقها القانون هذه السنة كذلك لأنه مستحيل أنهم يطبقوا في السنوات الماضية ولا يطبق في هذه السنة ولكن إن شاء الله إذا كاين معلومات جديدة أو أي تغيرات سوف نكون الأوائل في مشاركتها معكم في قناتنا إن شاء الله أما فيما يخص موضوع المعدل الموزون هل هذه السنة كذلك سيكون هناك معدل الموزون أم لا أنا أقول وأرجح بأنه المعدل الموزون سوف يكون في جميع السنوات يعني كل السنوات المقبلة في المستقبل سوف تكون تعتمد كثيرا على المعدل الموزون لأنه في السنوات السابقة كان مثلا طالب أو تلميد يأخذ مثلا عشرة في سيونس ومثلا معدل انتاعه يكون 16 ولا 17 ويدير ميتسين فهذا هناك خلل في هذا الموضوع لأنه هذا التلميذ اللي أدع عشرة في السيونس في الباك رغم أنه أدع معدل 16 ولكن إذا دار ميتسين رايح يلقى صعوبة لأنه السيونس مادة أساسية باش دير الميتسين تخيل معايا أنك أنت موضوع باكالوريا ديت فيه عشرة تاع السيونس فكيف ستفعل في الجامعة ومواد كل المواد اللي غالي يدرسها هي سيونس فكين خلل نعطيكم مثال آخر على الشعب الأدبية مثلا كين تلميذ الدى معدل 15 أو 16 ودى في مادة الإنجليزية عشرة فيروح يدير مدرسة عولية فتخيلوا معايا أنه هذا التلميذ اللي دى عشرة في الأنجلي راح لمدرسة عولية سع إنجليزية وهو ما لا يفقه شيئا في الإنجليزية كيف سيكون هذا الطالب سوف يعني يعاني في الجامعة وما رايحش ياخد معدلات ونقاط جيدة ورايح يعود العامات فهو ما بشي إيفيد يو عليهم هاد المشكل وهو أنهم داروا المعدل موزون يعني حتى وتجيب عشرين على عشرين إذا ما كانش عندك المعدل تعلم مادة الأساسية اللي يحتاجوها فوق الخمستاش أو فوق ستاش ما رايحش يعتلك هذيك المادة أنا شو تخوف بلي هذي ستينبون شوز معدل موزون حاجة مليحة لأنه كايين بزافت على التلاميذ اللي رغم أنهم أقوياء مثلا في مادة العلوم إلا أنه ضعيف في الفرياضيات والعربية وكل المواد الأخرى فممكن جدا حتى وتدي مثلا معدل 14 14.5.15 وما تكونش مؤهل باش تدير مادة ولكن إذا تديت 16 ولا 17 في السيونس ممكن جدا أنه تكون عندك الفرصة ويعطيوك المادة فقط لأنك في السيونس ديسم ليه فهدي أنا بور ما جو تخوف بلي ستينبون شوز وهذا شيء جيد جدا ويحتاجوه التلاميذ وهذا في صالح تلميذ كايين بعض التلاميذ اللي يشكوا من المعدل موزون يقول لك أنا ما نيش حابي يطبق علي المعدل موزون أنا أقول لكم بلي المعدل موزون هو شيء مهم جدا جدا في الاختيارات تا الجامعة تاكم لهذا لازم تفرحوا كي تسمعوا بلي كايين هات السنة معدل موزون فإذا هذي تاني خبر أما الخبر الثالث إن شاء الله واللي هو هل هذه السنة سيكون هناك عتبة أم لا أنا أظن أنه كل سنة كايين عتبة فهذا السنة مستحيل أنهم ما يديروا لكمش العتبة لأنه أصلا المؤسسات كايين ليراهم تخيزون غطاء كايين لهم عادة ما كملوش الفصل الثاني فالفصل الثالث حتى وإلا دخلوه لكم ما يدخلو لكمش الدروس الأخيرة رأي دخلو لكم فقط الدروس الأولى من الفصل الثالث ولكن إن شاء الله سوف تكون هناك عتبة على ما أظن وإن شاء الله إذا كان أي معلومة جديدة سوف تكون الأولى في إعلامكم عن هذا الخبر أتمنى أن هذه المعلومات تكون فادتكم إذا عندكم أي سؤال أو استفسار خلوهوا لي في التعليقات والسلام عليكم